من خطوط الشحن التجاري إلى كابلات نقل الإنترنت تتشابك الأخطار في البحر الأحمر وتكبر معها كرة النار لتخرق الجدار البحري من سطح المياه الدولية إلى أعماقها متجاوزة بتهديداتها قوافل السفن العالم يواجه خطر العزلة تقول صحيفة وولستيريت جورنال إن معظم حركة الإنترنت بين أوروبا وشرق آسيا تواجه احتمالية تعرضها لأعطال تخرجها عن الخدمة نتيجة لاستمرار هجمات الحوثيين الصحيفة أشارت إلى أن توقف ثلاثة كابلات بحرية للإنترنت عن العمل في الرابع والعشرين من فبراير كان على الأرجح بسبب غرق السفينة البريطانية روبيمار ما أدى إلى تضرر الإنترنت في عدة دول من بينها الهند وباكستان ودول بشرق إفريقيا جماعة الحوثي بدورها رمت الكرة إلى ملعب أمريكا وبريطانيا متهمة الدولتين بالإضرار بالكابلات البحرية نتيجة الأعمال التي تقوم بها السفن الحربية وهو ما اعتبرته الجماعة تهديداً للأمن المعلوماتي والاستقرار الاقتصادي للعالم الجماعة نفت تقارير دولية تتهمها بالتسبب بالأعطال في خطوط الإنترنت عقب تأكيد شركة الاتصالات الدولية سيكوم إصابة خلل لبنيتها التحتية في البحر الأحمر ما أثر على نظام الكابلات في إفريقيا فيما أشارت الشركة إلى أن الضرر وقع في منطقة استهدفت فيها هجمات الحوثيين السفن بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة في إشارة إلى أن هجمات الجماعة أضرت بالكابل الرئيسي للاتصالات في البحر الأحمر ومع ما يمثله البحر الأحمر من أهمية تجارية عالمية يعد في الوقت ذاته مركزاً رئيسياً تتمحور حوله 17% من حركة الإنترنت في العالم تمر عبر 16 كابلاً رئيسياً للاتصالات ما يضع ربع حركة الإنترنت في العالم في دائرة الخطر جراء استمرار التصعيد العسكري الذي جاوز المسطحات المائية إلى أعماقها